هل المؤمن يمرض نفسيا أيضا؟ السؤال كثير مهم وكثير حلو ووجهت هذه الصعوبة مع عدة ناس في شخص بعرفه يلي الطبيب يعني عمل دياغناصيز تخمين لحالته أنا بعتذر وقت بفتش على الكلمة التقنية العربية التشخيص أنه عنده مرض الفصامي فأخذ الدواء لوقت معين وكثير من حوله أنت مؤمن ما يجب أن تأخذ هذا الدواء أنت ابن الرب أترك هذا الدواء وترك الدواء وأصيب بحالة انهيار كامل استدعاه المكوث في مستشفى الأمراض العقلية النسية لأشهر بعدين لما طلع كان يأخذ أدوية كثيرة تسبب له كثير سايد الفاكس يعني أمور مزعجة لكن كيف أنا مؤمن أصاب بهذا المرض؟ وكنت دائما أسأل هذا الشخص أبوك عنده مرض القلب نعم هل لازم يخجع لي أخذ أمراض دواء مرض القلب؟ لا وليه أنت خجلين بهذا الدواء؟ أنا هذا أمر مختلف تباتل أن فيها استجما في هذا التصور يعني أكيد مش غريب عليه كراعي أنت كأسيس أنه كثير مرات بيعتبروها مرض روحي والبعض الآخر بروح للإكستريم لتطارف نهاية ضربة ضربة شيطانية أو لازم تخرج شيطان منه أو كده لكن هاي حالة أنت تتكلم عنها المهم هذا الشخص كثير من أصدقاء ويشعروا أنه شي طبيعي أبوه يأخذ مرض القلب وأمه مرض لمرض الضغط وأخوه لمرض لكن هو ملي حتى إلى أن الله أعاني ومش دائما بنجح بهذا الأمر أنا أو غيري أني أقنعه أنه يغير نظرته للدواء من عدو إلى صديق فلما قبل الدواء كصديق وفهم أنه المرض العقلي هو بسبب جينات فيها خلل أو كيميائيات عدم التوازن فلما يأخذ بانتظام الدواء تخلص من أربع أصناف من الأدوية الثقيلة والدواء البسيط الذي يوصل إلى أقل دوزج لأقل معدل معين وهو لسنين يعمل حياته طبيعية فرحان بالرب وفرحان بحياته فتمنى أنه الفكرة أنه إذا كنا مؤمنين بإمكاننا أن نمرض أي مرض لكن يجب أن نطرد الأمراض النفسية وأن هناك ناس ينتهروها كشيطان أأمرك أيها المرض يا أخي المرض منه شخص ليؤمر هو حالي أوقاته الله يتدخل ويشفينا بحالة معجزية ورأيناها مرات كثيرة وأحيانا الله يتدخل من خلال هذا الطبيب أو هذا العلاج ويجب أن نأخذه بشكر وشكر للرب وشكر للطبيب اشتركوا في القناة